اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غير معترف ببعض الاحاديث النبوية يعني بيعتبر بعض الاحاديث منصوبة للرسول عليه الصلاة والسلام وتخالف القرآن الكريم وده طبعا من وجهة نظره وفي نفس الوقت هو رجل من ابطال حرب اكتوبر ومن مصابي حرب اكتوبر وراجل محامي ويما تلع في برامج تلفزيونية وله قناة على اليوتيوب وبيطلع على الفيسبوك وبيتكلم الحقيقة بقى له سنوات يعني طويلة يعني حتى هو كان في يوم الايام كان مركزه في القوات المسلحة انه كان يتعلم الفقه الاسلامي علشان يناقش بعض المتطرفين وكده كحاجة بتوفر هالو القوات المسلحة يعني الراجل ده دي شغلته يعني اصلا يعني ماشي وبطل من ابطال حرب اكتوبر ماشي نتفق او نختلف معاه له اراء عدة سواء اتفقنا معاه او اختلفنا معاه فالفكر يعني في رأي الشخصي الذي لقيمة له الفكر يواجه بالفكر يعني ما ينفعش اطلع اقول رأيه اتحاكم عليه لازم الفكر يقابل بالفكر يعني ايه علماء ينقشوه ينظروه الازهر الشريف ينقشوه ينظروه لكن ما ينفعش صاحب فكر ان احنا في الاخر نسجنه لانه له اراء تخالف اراء البعض طب نفهم الحكاية اللي عرضتها البي بي سي المصيع هنا بيقول ان الاستاذ احمد عبدو ماهر استغاس بالسيد الرئيس السيسي علشان هو حيتحاكم يوم الاربع القادم امام محكمة امن الدولة العليا بتهمة اصدراء الاديان وهو الاستاذ احمد عبدو ماهر بيقول انه انتقاده للفقه الاسلامي لا يعني مساسا بالعقيدة الاسلامية واحنا عارفين ان الفقه يعني ايه يعني طبعا الفهم للنص وهو مختلف فيه من عالم لاخر ومن شخص لاخر طبعا الطيار المحافز الكلاسيكي التقليدي ما بيجبوش اراء الاستاذ احمد عبدو ماهر وهو ليه عدة مؤلفات في نقد الفقه الاسلامي والقطب الاسلامية زي مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم المحامي سامير صابري اتقدم بشكوى للنائب العام بتهمة اصدراء الاديان فطبعا كده يبقى اللي اشتكى الاستاذ احمد عبدو ماهر هو المحامي الاستاذ سامير صابري مش الدولة هي اللي اشتكته او الازهر هو اللي اشتكى لا الاستاذ سامير صابري المحامي هو اللي اشتكى الاستاذ سامير صابري روه رائي من الشخصيات التي لابد من كشف حقيقتها وازهار حقدها على السنة خصوصا والاسلام عموما هو احمد عبدو ماهر ده الكلام اللي بيقوله الاستاذ سامير صابري كان قبل كده الاستاذ احمد عبدو ماهر عقد مؤتمر لتغيير ثوابت الدين وطالب الازهر بالاعتزار عن الفتوحات الاسلامية انا رأيي الشخصي في مسألة الفتوحات الاسلامية ان الاسلام لما نشى الاسلام كان ضعيف ومسالم اللي حواليه اعداء الاسلام هما اللي كانوا بيقتلوا المسلمين فكان لازم المسلمين يدفعوا عن نفسهم ولو نتذكر في الامم السابقة كان فيه الفرس والروم كانوا اعظم قوتين في الارض دول لن يسمحوا لنشأة الإسلام ولن يسمحوا بانتشار الإسلام فكانوا بيحاربوا الإسلام فكان يجب على الإسلام أنه يهب للدفاع عن نفسه يعني حتى في القرآن الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يبقى كأن أنك بتقاتل بتدافع عن نفسك ولا تعتدي طبعا في الفقه الإسلامي البعض بياخدوا بحاجة اسمها ناسخ ومنسوخ ويقول لك لأي دي منسوخة بآية أخرى ويعني حكمها تغير النسخ يعني حكم الآية تغير بآية أخرى اللي برضو فيه مشايخ وأسدزة محترمين لا يعتقدوا في النسخ لأن القرآن الكريم آياته لا تنسخ بعضها البعض ولكنها تنسخ آيات القتب السابقة فدي حتة حاولت يعني أوضحها علشان يعني الراجل ما يتزلمش وإنه ضد الإسلام أو حاجة يعني بل هو مؤكد صاحب رأي كمان من قراء والأستاذ أحمد عبدو لا يوجد عذاب قبل وليس في الإسلام فتوحات بل احتلال لسبي النساء وليس لنشر الإسلام أنا رأيي الشخصي فيه عذاب قبل في حياة البرزخ الإنسان لما بيموت جسده بيتدفن مثلا في مقبرة أو أسد كله أو السمك كله فماشي بقاله مكان في مقبرة فهذا الأمر لا يعجز الله سبحانه وتعالى أكيد في حياة البرزخ كما ورد في القرآن الكريم وهي طبعا بتبقى قبل البعث بعد الموت وقبل البعث فبيقولوا يا وي لنا من بعثنا من المرقضنا فهل معنى كده أنهم ما كانوش حاسين بعذاب أو كده هو بيستند لهذه الآية في رأيي الشخصي إن الإنسان لما بيموت بتنفصل عنه الروح والنفس والعقل والجسم طبعا بيتحلل خلاصة الجسم لقيمة له لما بيحصل البعث في الآخرة الإنسان بينشأ نشأة أخرى وبيتجاب مع بقى كجسم وكروح ونفس وعقل في هيئة جديدة فطبعا الأعمال وحشة لازم أكيد هيقول يا وي لنا من بعثنا من مرقضنا يعني كأن العذاب البرزخي أو عذاب القبر كأنه مثلا كابوس كأنه كان في كابوس زي الحلم كده المزعج والمناعم مثلا بيبقى حاسس كأنه في حلم كويس لكن التصاق بقى الجسد والنشأة الجديدة مع الروح والنفس والعقل ده اللي هيخلي طبعا يا وي لنا من بعثنا من مرقضنا فهو بيستند للآية دي أنا باختلف معاه برضو في أن في عذاب قبر أو عذاب برزخي بمعنى أضاف لكن نحترم رأيه يعني هو ما بيقولش رأي ينتج عنه أكل حد أو إزاء حد هو مجرد قراء كمان بيقول أن الفتحات دي احتلال لسبي النساء وليس لنشر الإسلام رأيي الشخص زي ما قلت قبل كده أن أنت وسط أمم معتدية زي الفرس والروم مش هيسبوه طب حتة الأسر والسبي طب دلوقتي في حصرين الحديث فيه أسر وفيه سبي آه فيه أسر طبعا لو حرب قامت فيه أسل لكن ما فيه سبي الأمم المتحدة منعيته وأنا رأيي أن الإسلام منعه أصلا يعني بدليل نشوف آية قرآنية الآية 25 في سورة النساء يبقى ملك اليمين هنا الزواج بإذن أهل هنا وبالأجر يعني بالمهر يبقى فيه مهر وبالمعروف يعني مفيش غصب ولا اختصاب محصنات غير مسافحات يبقى من غير زنة ولا متخزاتي أخدان يعني إيه؟ يعني مش بالغصب والاختصاب بالمعروف والردى والطراد يعني هل مثلا لو واحد قامت حرب مثلا فجندي يخد أسيرة أو مواطنة من الدولة اللي بيحاربها مثلا وعشرها أنا في رأيي ده زنة طبعا واختصاب وربنا هيحسبه على كده هل دلوقتي يقدر شيخ من الأزهر يطلع يقولك خد سبايا أو يجوز لك أنططأ الأسيرة أو اللي تحت إيدك لو قامت حربة أو حاجة زي كده مش هيقدر يقول كده طبعا ماشي وانا قصدنا الآية واضحة فهو الأستاذ أحمد ماهر له بعض الحق يعني في بعض الموضوعات والأستاذ أحمد ماهر تلع على الفيسبوك وقال إن سبب محاكمته هو تأليفه لكتاب إدلال الأمة بفقه الأئمة طبعا ما احترمنا لجميع الأئمة بزل ومجهود وعلماء ممكن يصيبه وممكن يخطأه لكن يشكره على مجهودهم العظيم فأحمد ماهر قال إن النيابة بتحكمه علشان تأليفه لهذا الكتاب لأن فيه تطرف وفيه اصدراء دين وفيه فتنة طائفية وفيه 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 هو بيقول كده وهو بيؤكد إنه لن يتنازل عن أي حرف فيه لأن ما فيهوش أي حاجة من اللي قالتها النيابة هو رأيه الشخص كده ففيه مناش ديته للسيد الرئيس السيسي بيقول هذا الكتاب بيصحح بعض القراء الفقهية اللي سيادتك يا ما قلت إنها لازم تتراجع ولازم الدين يتنقى ويتصحح لأن الرئيس السيسي طبعا يا ما بح صوته فيه تجديد الخطاب الديني وتجديد الفقه وتطهير الفقه وأكد أحمد ماهر إن تنقية الفقه وليس العقيدة وليس الشريعة نتمنى بقى من الرئيس السيسي التدخل العاجل السريع لأن سيادته هو اللي طلب تصحيح الخطاب الديني وقبل كده سيادته تدخل في موضوع الباحث إسلام البحيري لما اتسجن وكده وعمل عف وعام عنه ورجع تاني إسلام البحيري يظهر في الإعلام ويتكلم بس مع حاجة جديدة عملها إنه ما بقاش يهاجم الأئمة العظماء اللي يقلفوا القطب وليهم أراء فقهية فابتدى يشتغل بحرية شديدة جدا وبعيدا عن المحاكمات وطبعا عفو كرم الرئيس عليه بقى اللي عفو عنه مين بقى عنده الجراءة إنه يطلب محاكمته مرة تانية طبعا محدش يقدر يعمل حاجة زي كده خصوصا إن إسلام البحيري بيقول فكره دون التعرض للآخرين وأضاف الأستاذ أحمد ماهر إنه رافع ثلاث قضايا على الأظهر الشريف علشان يجددوا الفقه زي ما الرئيس السيسي أشار قبل كده وأضاف أحمد ماهر إنه بيتحاكم في وطنه وحاليا مصر بتاكل ولدها موجهن الكلام ده طبعا لسيادة الرئيس السيسي وبيستغيص بالرئيس السيسي ويقول أنا طوعت سيادتك ونفست لسيادتك بتقول عليه بمنطل الإخلاص سواء في القضاء أو في تأليف كتاب وذكر الأستاذ أحمد ماهر إنه بعت هذا الكتاب لمعالي وفخامة الرئيس السيسي ناشد الأستاذ أحمد ماهر سيادة الرئيس وقال له أنا في محنة أنا حتسجن يا رئيس بالباطل يا رئيس علشان هو بيقول كده يعني علشان بقول مفيش قتل مرتد وقتل تارك صلاة ولا قتل أسرة ولا سبي للنساء ووطنه في الإسلام ولا نكاح للراضيعة ولا إرضاع للكبير وأضاف كمان إنه بيدرسه الحاجات دي في الأظهر الشريف وإنه كمان بيدرسه إنه لا تبنى كنيسة في الإسلام وإن بنيت هدومة وطبعا الحاجات دي منهج بيدرس في الأظهر في النهاية بقى أنا عايز أقول حاجة يعني الفكر لا يواجه إلا بالفكر أكيد ربنا خلقنا مختلفين ما خلقناش حاجة واحدة نسخة واحدة طبعة واحدة لازم يبقى فيه اختلاف ولازم هذا الاختلاف يسع الجميع يعني مش معقول كل واحد يتلع يقول حاجة يتحاكم وفق الدستور المصري حرية الاعتقاد مكفولة للجميع حد له رأي طالما ما بيقزيش ماشي يترد عليه برأيه يعني أنا مش رجل قانون لكن من اللي سمعته قبل كده إن المشكلة في المحاكمات دي ما احترامنا للرجال النيابة ولرجال القضاء المصري الشامخ العظماء بيبقى طبعا بيجي مثلا تقرير بيطلبوا تقرير من الأظهر الشريف يرد فطبعا الأظهر الشريف ما بيعجبوش كلام المعصرين فبيجي التقرير ضد الكلام اللي بيتقال ده وده شيء طبيعي لأن ده منهج عندهم في الأظهر الشريف ومتمسكين بالفقه القديم السابت اللي ما بيضيرش وما بيجددوش الفقه زي ما طلب الرئيس فبيجي التقرير الأظهر الشريف أكيد سوف يدين الأستاذ أحمد عبد المهر فلما يبقى القضاء يقصدو الورق دوت يعني يبقى إيه الحل يعني الأمل في الله وفي القضاء العادل إن كل واحد صاحب فكر وصاحب رأي المفروض يناقش ويترد عليه بالفكر وبالقراء وطبعا ممكن السيد الرئيس في حاجات مشابهة تدخل قبل كده وخاصة إن السيد الرئيس هو صاحب فكرة تجديد الخطاب الديني وتصحيح الفقه وعايز الحاجة تتطور للأفضل لكن طبعا إحنا ما بنتكلمش في العقائد وخصوصا لو الكلام ما بيمسش حاجة في العقيدة الإسلامية وأكيد الأستاذ أحمد عبد المهر بيحترم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيحترم القرآن الكريم والرجل يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو شخص مسلم لا يزدر الإسلام ده في رأي الشخص يعني لا يزدر الإسلام ولكنه له بعض الأراء تخالف أراء العلماء السابقين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة